أمري في حياتي ولا تخيلت روحي نتغرب ماي جاتي وبيجي كلما كنت نعرض لأغانيتين كانوا يرفضوهم الخطر معظمها كانت سياسية وكانوا يقولوا لي هذي حاجة ما تبيعش عندي بزاف أصدقاء في الصحافة يجيوا يقولوا لي رجع نحبك وانتي ناس ملاح وحلا بدنا وش تسوي بالصحة ومعالغولنا الغنيات تاعك فلانية ما تجوزش كانوا يعيطوا لي ويبتزوني سماس سواء جيتغني لدعم العهداء الرابعة عبو تفليقة سواء تنسي لكاريار تاعك في الجزائر تنسيها نهائيا مايخلونيش نغني مايو مامتون يحرموني من حاجة اللي شقيت عليها واركت عليها أكثر من كلش مهنة المحامات مهنة اختارتها وعشقتها حابوا يحرموني منها ويحرموني من قوة العيش خليت ماما خليت بلادي اللي نموت عليها عمري في حياتي ولا تخيلت روحي نتغرب ماي جيت او بيجاي جيت او بيجاي كان لازم عليها نتنفس الحرية كان لازم عليها نخدم كان لازم عليها سوري الفنان اللي خير يكون صوت الشعب متى تقبروا وتتغموا وتتدفنوا تتدفنوا متى تتكمملوا فمه متلوا متل الصحافي متل المدون متل بزاف انتا الناس متل المصور تكمملوا فمه يموت مايقدرش يعيش حبيتو تمحو اسمي غلقتو عليا من غير حق خاطر رانايا بنت الشعب مايش بتعيب لاق الموسي الحق العدم سينو هادلك لما نقولوش الموسي الحق العدم سينو هادلك لما نقولوش موسي الحق العدم ماشي بمناسبة الحراك كي جي فهدي لاشانسان مي باش نشارك في الحراك لغالب علينا ماينا ماينا نقدروش ندخلو لبلدنا مي بار كونتر معك فيه كبيرة من الشاباب راهم واعين ليهم قادرين نغيرو لقو أنبرك نتعلم ونسمعو لبعضياتنا ونحتارمو اديولوجيات بعضياتنا ونخليو راحنا مركزين على الهدف الأول والأوحد والوحيد وهو إنقاذ جزائر من نظام متجد دير مافياوي